شاهدين الكلام تنضم إلينا الآن عبر الانترنت من جنيفة الدكتورة تلالينغ موفوانغ المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة. دكتورة تلالينغ أحييك على الجزيرة مباشرة. نحن نناقش الآن تأثيرات هذه الحرب الإسرائيلية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد مئتي يوم من هذا العدوان. أنتم من ناحيتكم وكمعنية بالحق في الصحة. كيف تقيمين المشهد وما وصلت إليه الأحوال الصحية في غزة بعد مئتي يوم من هذا العدوان دكتورة؟ إن الوضع الحالي في غزة هو مستحيل من منظور حق الصحة. إن العنف المستمر والترسانة العسكرية والأسلحة التي تم استخدامها على تعداد شعب غزة لغير متماشي محق الصحة. وفي الواقع بأن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدول الإنساني وحقوق الإنسان. ونهارف بأن إسرائيل قد تجاهلت حكم محكمة العدل الدولية بأن عليهم أن يقوموا بمنع الأفعال ذات الطبيعة الإبادة الجماعية. وعكساً عن هذا نرى مزيداً من التصعيد ومصيد من القصف وتدمير بالكامل للمنظومة الصحية بطريقة لا تمكن المنظومة الصحية بتوفير الرعاية الأساسية. أو حتى التعامل مع جرح الحرب. تدمير المنظومة الصحية كما تقولين في قطاع غزة هل بدأ لك أنه عمل ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتصعيب حياة الناس في قطاع غزة وحياة المدنيين؟ دكتور راملة. لتأكيد هذا هو الوصف الصحيح حتى أنه أبعد من هذا إن قطاع غزة وليس وحدة جغرافية طبيعية. هي خلقت بشكل متعمد بسبب الاحتلال الغير قانوني والفصل العنصري والقمع. ونحن نعرف أنه حتى قبل السابع من اكتوبر الحياة في غزة كانت صعبة جداً وكانت إسرائيل تتحكم بالحركة وحتى حركة المرضى خارج القطاع. وبالتالي هذه الإجراءات ذات طبيعة الإبادة الجماعية الممكنة بحقيقة تاريخية بأن إسرائيل لم تحاسب أبداً لانتهاكاتها لحقوق الإنسان والتي كانت حتى موجودة قبل السابع من أكتوبر. والنظام المنراه الآن من أفعال ذات طبيعة إبادة جماعية هي أيضاً ممكنة من قبل أهلولات المتحدة الأمريكية ودولاً أوروبية والتي تستمر بإرسال مليارات الدولارات إلى إسرائيل والأسلحة من أجل الاستمرار في عملية الإبادة الكاملة لتعداد السكان. ماذا لو نفذ الاحتلال الإسرائيلي من تهديداته باشتياح وعملية عسكرية موسعة في رفح رفح بها ما يقرب من مليون وثلاثمائة ألف مواطن فلسطينيين. ماذا تتوقعون فيما يخص حياة الناس وحياة المدنيين في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة دكتورة؟ نحن نعرف بأن هناك 71 مليون قد نزحوا مع أوامر الإخلاء التي أعلنها الإسرائيليين إلى أماكن آمنة. لا زعم أنها آمنة ولكنها استهدفت بقصف وإذن لا يوجد أي مكان آمن بغض النظر على ما تقوله الحكومة الإسرائيلية. إذن لا يمكن أن أخذ كلامهم كحقيقة وأنهم يتصرفون بموجب القانون الدولي في حين أنهم فشلوا حتى في تلبية مطالب المحكمة العدل الدولية. ما نخاف منه الآن هو بأن قادة العالم سوف يستمرون في التصرف كما لأنهم عاجزون قادة العالم الذين كانوا ينبغوا أن يسائلوا بعضهم البعض. لا يزالون مستمرين في خذلان شعب غزة. والسؤال هو الآن أين هي المساءلة وأين هذه المبادة الجماعية التي نراها الآن تتكشف. ما الذي تتوثق من قبل ضحياها؟ ما الذي تعنيه بالنسبة للعالم؟ كله إذن وضع حرد جدا في هذا النظام التعددي حيث القيادة العالمية كلها فشلت في الوصول وقف إطلاق نار في وسط إبادة جماعية. ما هي رسالتكم للعالم؟ للدول الغربية؟ للمؤسسات الدولية المعنية دكتورة؟ أظن بأن ما عليهم أن يفهموه هو بأنهم سيحملون وصمة عار هذه الحرب. سيحملون عار تمكين حدوث إبادة جماعية وسيتذكرونهم إلى الأبد. كأشخاص لم يلقوا اعتبارا لإنسانية الشعب الفلسطيني والذين أظهروا مجددا بأن الاستعمارية والعنصرية والإمبريالية هي أهم بالنسبة لهم من كرامة جميع الناس أينما كانوا حتى أن فكرتهم عن حقوق الإنسان والتحرر هي محفوظة لهم وأنفسهم. وحقيقة أن ما عليهم أن يفهموه هو بأن العديدين من المناصرين لحقوق الإنسان لن نكلة ولن نملة في الدفاع والحديث عن حقيقة ما يجري في العالم والحديث وجعلهم رؤية عكاسهم في المرأة وعليهم أن يحملوا هذا العار والأمر يدفع للشمئزاز ما يجري وما نراه. بعض قادة هذه الدول ومثلا خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية دكتورة لا ترى أي عار. بل على العكس يرون أن ما تقوم به إسرائيل هو حق من حقوق الدفاع عن النفس. والولايات المتحدة الأمريكية كانت صريحة عندما قالت أكثر من مرة أنها ليست لديها أي أدلة. تؤكد أن إسرائيل تمارس عملية إبادة جماعية أو قتل للمدنيين بشكل ممنهج في قطاع غزة. ما رأيك؟ هذا أمر خاطئ بالكامل. القول بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها. إسرائيل قوة محتلة سلطة محتلة في الأراضي الفلسطينية المحتلية لا حق لها في أن تزعم حق الدفاع عن نفسها حتى أمام مقاومة مسلحة. لا حق لهم أن يزعموا هذا. الأمر الوحيد الذي يمكن لإسرائيل القيام به هو إنهاء الاحتلال. ولهذا وعندها لن يكون هناك حاجة للمقاومة وسيكون هناك لحظة لحق تقرير المصير والسلام للشعب الفلسطيني. هذا هو واجبهم كقوة محتلة وحتى بموجب حق الصحة والذين هم مستمرون في انتهاكه وبالتالي لا حق لهم. وهذه معلومات مغرضة ومغلوطة وهو كذب يكرره جميعهم مع حلفائهم بأنهم لحق الدفاع عن نفسهم. هؤلاء الأطفال الذين ولدوا هؤلاء الأطفال الذين يقصرون أطرافهم بسبب هذه القنابل. لا يمكنك أن تقول لي بأي منطق أن هذا منطقي لأي أحد أنهم يدافعون عن نفسهم في حين أنهم يقضون ويدمرون على كل شيء حتى الأطفال. هذا أمر غير مقبول. استخدام حجة الدفاع عن النفس كقوة محتلة تقوم بعمل الإمبريالية والاستعمار على الأراضي الفلسطينية المحتلة. بعض مئتي يوم من الحرب والعدوان على قطاع غزة. دكتورة ما الذي تحتاجه غزة الآن في هذه اللحظة؟ ما الذي يحتاجه المدنيون في قطاع غزة أيضا في هذه اللحظة؟ نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط. هذا هو ما هو ضروري لقدر من الدعم الإنساني والعون يمكنه أن يحصل بالمسترعات المطلوبة تحت القصف والقنابل التي تسقط الآن. ينبغي أن يكون لك وقف إطلاق نار فوري إن مقدار العمل من ناحية دفن هؤلاء الجثث التي بكرامة لم يمكن أن يتم القيام بذلك بدون وقف إطلاق نار. وأيضا المستشفى المدنية يمكن إنشاؤها على عجل حتى نستطيع العودة إلى منظومة صحية قادرة على التعامل مع الحالة الطارئة. ولكن حتى المنظومة الصحية حتى تكون قادرة على التعامل مع حالات الصحية التي لا لها صلاة لها بالحرب والإصابات. بالتالي ما نحن بحاجة له ومن دون أي شرط هو وقف إطلاق نار فوري على قادة العالم أن يتوقفوا بدق أطوال الحرب والوصول إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة. نعم سؤال الأخير لك دكتورة للحقيقة أنا تذكرته عندما تحدثت عن مسألة الذين لم يتفنوا. كنا منذ يومين نتابع ويتابع العالم انتشال ثلاثمائة جثة من مقبرة جماعية في ساحة مستشفى مجمع ناصر الطبي. ومن قبلها كان هناك أيضا العشرات من الجثث في ساحة مجمع الشفاء الطبي. كيف تبعت هذه المشاهد؟ خصوة البعض يتحدث على أن عدد كبير منهم كان من الأطقم الطبية من المصابين الذين كانوا في هذه المستشفى. احتلت هذه المستشفيات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ومن ثم وجدنا هذه الكوارث أو الأرض بات فيها أعداد كبيرة ممن قتلوا على ما يبدو عمدا ثم دفنوا في باطن الأرض. كيف تبعت هذه المشاهد دكتورة؟ في الرابع من ديسمبر كتبت إلى الحكومة الإسرائيلية لأنه قنار فوري. وقد فصلت لهم ما تمر به المرزودي الرعاية الصحية. وبكل تأكيد لم يردوا علي هذه الرسالة. ولكننا رأينا التصعيد. وكما وصفته إن المسألة الآن هو بأنه لا توجد هناك مساءلة. لا يمكن حتى الأمم المتحدة القيام بمن تفويدها لتحقيق على الأرض. وعندما قام الأممين عندما كان الأمم العام وغيره قادرا بطلب إجراء تحقيق مستقل. عندها لا يمكن أن يكون هناك مساءلة حتى يكون لدينا الأدلة حول المذابع التي جرى. نحن نعرف بأن المستشفيات وطواقم الطبية ينبغي أن يتم حماياتهم. ولكنهم لم يتم حمايتهم هذه المشكلة. الدكتورة تلالينغ موفوانغال مقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة. كنت معي عبر الإنترنت من جينيف. جزيل الشكر لك دكتورة.